السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم تلاميذ سنة الرابعة المتوسط اليوم بإذن الله راح ندير لكم مراجعة يعني الاختبارة هذا المراجعة على سيكونس نمبر وان وهي يعني تمارينات مهم جدا 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 قاعدت لكم بارك كيفاش تحولوا جملة للمنفي كيفاش راح نكون واش راح نقول ليش كون هو اللي شجعني أستاذي ولا والدي راني حطتها لكم في القناة خلاص نبدأ على بركة الله في هذه المراجعة الشاملة للسيكونس نمبر وان واللي هي مهمة بالاختبار the comparative of equality and inferiority نحن قرينا المقارنة بالمساواة ولا مساواة بالمساواة نديروا as adjective as والinferiority not as adjectives as خلاص قادر يقول لك سؤال تسك compare with as plus as as ولا يقول لك not as plus as خلاص I compare with as as or not as as the Eiffel Tower هنا راهي لازق برك Eiffel Tower is famous قالك the Eiffel Tower is famous the Big Ben is famous too هنا يا إيز برك ما سيب باريت هاش كتبات ها هي is famous too to هذي كتلقيها في الجملة نحيها نحيها ما تكتبهاش خلاص خلاص هنا يا الادكتف هو famous واش راح نقوله مدام هم في زوج famous راح نديروا as as واش راح نقوله راح نقوله The Eiffel Tower واش بده is تو بي هو اللول تو بي هو اللول لو لول سواق في الماضي او في الباست is as the Big Ben the Big Ben is documentaries عفوان عفوان انا قاعد نخلب is as famous as big band خلاص the iphon tower is as famous as the big band اوكي يعني نفس الشهرة كيف كيف علي is 12 is 14 old يعني العمر لا سميعطيك شيء ثاني الولد هذه انت هذه automatic يعني راح تقول بي هذا راح العمر اللي هو أولد واشرح نقوله تكون هو القليل هنا هنا هو علي نبدأ دائما بالقليل ونروحه الكبير لانه لو كانت تبدأ بامينة تولي امينة أصغر من علي خلاص حنقوله علي is not as old as امينا اوكي هذه هي الجرية بلا 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 سكوير كيلومتر اوكي هنا يعطينا المساحة الكبر اوكي هنا هذي اثنين برك فاصل وهذي تسعة فاصل ابلا بلا بلا اذا هنا مدام هذي قليلة وهذي كبارة ياسر ياسر رح نبدو دائما بالقليلة اذا اعطينا معكوسة مثلا هنا الجملة هذي الأول هنا وهذه هنا رح تبدو دائما القليلة اوكي اذا هنا تراميذ الاعزاء واش قلنا؟ قلنا دائما نبدو بالحاجة القليلة واش رح نقوله الجيريا واشبه is not as large as as the USA الولايات المدحدة الامريكية as the USA هنا في الجملة الرقم الخمسة مقام شهيد مقام شهيد is 92 meter high يعني الارتفاع يعني طول the statue of liberty is 93 93 meter high يعني هنا يعطينا ال high يعطينا ال adjective كثير اذا هنا يثنتعين هنا يثنتعين هنا يثنتعين هنا يثنتعين مهمش بعد على بضاهم متر بارك اذا رهم قرب واش رح نقوله مقام الشهيد is 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 what almost هنقوله هنا هاي almost هاي almost ولا كينا كلمة اللي هي nearly nearly هنا بالتقريب تقريبا تقريبا احفظ بحدة بارك almost ولا nearly almost تقريبا يعني تقريبا رغم كيف كيف هش رح نقوله is is almost most واش بيهم as high as the st to of bla 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 اللي هو اللي برتيت مثال الحرية خلاص هذه هي تحفظ almost كنت تلقي حاجة قريبة لحاجة مش هنا تقولي اثنين هذي المساحة اثنين 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 الف ولا ما عبرش كديش وهذه بتاع بتاع ألاف نقولي رهها متقربة لازم تكون حاجة يعني مترة نقوله almost or nearly خلاص مقام الشهيد was constructed in 1982 the statue of liberty was constructed in يعني تم بنائه يعني بنية كما نقوله بنية ولدة هنا ينقوله بنية بنية أو ولدة كشغل الواحد ولد في 1982 وواحد ولد في 1875 كي نجوم هنا هنا القانون هو صغير ونهو الكبير باش نبدأ بهذا ولا بهذا واش رح ندير وسكون هو الكبير هنا اللي ولد في 1982 أو اللي ولد في 1875 هنا الكبير اللي ولد في 1875 هذا اكبر من هذا لانه ولد هذا وبعده ولد هذا خلاص واش رح نقوله بالقليل آه عفوا نبدأ بهذا الكبير قلنا هذا الكبير وهذا الصغير يعني رح نبدأ بالقبل بالصغير اللي هو هذا مقام شهيدة هنقوله مقام شهيدة مقام الشهيدة was واش بيه was ام وهي was الولد هنا not as old as the search of liberty خلاص هلا يا راح راح للتمرين الثاني The comparative of superiority superiority واش عندنا more plus long adjectives plus then اذا كان عندي adjectives كما نقوله long adjectives بزيف لونج من سيلابل حنزدلو love نحلو كيما راح تزلو more بالصحة كي ضلي سنقوله short adjectives سنقوله ER بعد ذن سنقول هذا كم شرحته في القناة برج خليفة The Eiffel Tower هاي هنا انت لازم تكون عندك معلومة شكون هو الطويل وشكون هو القصير خلاص وش سنقوله هنا سنقوله برج خليفة برج خليفة هو طويل هو طويل على هذا The Eiffel Tower The Eiffel Tower قصير على بلش بالضبط المهم برج خليفة هو طويل وهذا هو القصير وش راح نقوله راح نقوله ها حاولوا فيها حاولوا فيها وبعدها انتم ما كتبوا لي في التعليقات باش انا نصحح لكم وانا بعدها ندلكم الإجابة هنا وش راح نقوله راح نقوله برج خليفة برج خليفة is is high is higher than The Eiffel Tower هذا ليهمني برج خليفة is higher يعني برج خليفة هو أطول من The Eiffel Tower famous هنا عندي هذي famous يعني long adjectives long adjectives عفوا وش راح نقوله the Eiffel Tower is is more is more famous than تجمحل okay okay we're going to complete complete the table and adjectives عندي long وش هو الكمبراتيف ها long what نقوله longer than yes longer than cry cry عندي قاعدة نطبقها على ال Eiffel Tower هنا نحية ال Eiffel Tower ونزيد Eiffel Tower big big bigger than bad bad وعندها الكمبراتيف تحتها worse 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 worst ها شكون يصحح لي هذي bad كمبراتيف تحتها worst ها worst هذي worst E S E S E خلاص beautiful هنقوله more أي طويلة more beautiful than okay famous than okay good ها good اللي هي what better better than better than the worst than okay هذه هي زيد هنا yeah the active and the passive form المبليل المجهول والمبليل المعلوم هذي معلوم وهذي مجهول عنا the active form يعني قاعدة نذكركم بها عنا subject plus direct object يعني rest of the sentence يعني تكملتها الجملة the passive form عنا direct object اللي هو يرجع subject okay يرجع subject plus to be to be to be past okay معا i you they we were where and what it was the best participle by the subject okay هنا يكيد تتحول هذه يولي هذا subject يولي هذا object خلاص راني دجا فهمتكم فاها نروحوا التمارين واشي هو واشي قولنا التمارين هيا راهوا ما زالت على المراجعة طويلة ما تميلوش برك واحدة واحدة معايا ذوك نحب سلكم لهذا التمارين والاخر نكملها مطمو في فيديو اخر اذا شفت لايكات بزيف لانه القناة راها راها يعني كما نقولو راها هابطة المستوى تعابط لايكات مكانش خلاص اوكي عاونونا برك باللايكات I turn the following sentences passage into the passive هذا يقول لك مثلا sentences كيف كيف يعني جملة into the passive يعني حنحولوها Passive Othmans Othmans built the blue mosque يعني بناو the blue mosque العثمانيين واش راح نقولو the blue mosque راني فهمتكم في Passive وكيفش تعرفو ال object فاش تعرفو ال subject ونرحى الفيرب الفيرب هاو built عارو في الباسطة حنقولو the blue mosque was built by هذا العثمانيين اوكي خلاص هان صحيح يحولت الجملة تعي بسيرياللس عند مريان كوتيني did not design big ban ها هنقولو big ban big ban اي من فيه big ban big ban واسبيه big ban ها big ban was 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 ايوه هنه هنه اللي يعرف هاذا الجملة كيفش نحولها اكتبها لي اسفل التعليقات في تحت في الفيديو هنه في الجملة هذي اعطانا في active راه جملة من في ونحنا في passive عندنا to be اما في الماضي او في الحاضر عندنا was was انه design هنا نحن يعني التصريف الثالثة التي هو design د ed by 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 بشيرياللس and مريان كوتيني تكتبها هنا هذا ما كان هذه هي سهلة هنا ما كان حد شيء charles dickens wrote Oliver twist and hard times قلك هذا هذا charles dickens كتب wrote هذه راه في الماضي اذا هنقوله هذي زوج هذي اهم زوج هنقوله نكتبوهم هنا Oliver and and where اهم زوج ما هوش مفرد تصريف الثالثة التصريف الثالثة written 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 by charles dickens اوكي هذه هي they abandoned team god during the seventh century هما تخلى على team god في العهد السابع العهد السابع وش راح نقوله during حنبدو بهذه during the seventh century ندرو علامة ندرو فاصلة وش راح نقوله team god team god was ايه مفرد حندرو was مفرد حندرو was was وشباه ها هي هنجيبو هذا راهو مريقل يعني regular verb مريقل abandoned يعني تخلوا تخلوا by تخلوا عليها يعني تخلوا على team god by school by they by them بواسطهم هما they ترجع them احبوا اذا هنا i spot the mistakes and correct and correct يعني لحن ندرو المستيكس ونصلحوا the great wall اول حاجة the great wall هنا ايا حنقولوه ذا حقا خلا اكم فهمتوني The Great Wall of China دائما البلد يكون capital letter China is famous Monument نقطة نقطة It were built by نقطة نقطة نزيد هنا نزيد هذه Supply the pectuation and capitals where necessary هنا كيف كيف تاج محل is situated in India Last summer نقطة فاصلة أحمد فاصلة سهلة مهلة ونقطة ننسيت النقطة نخلي في الفيديو قادر إن شاء الله إلى اللقاء إلى اللقاء